السلام عليكم مدرب السياقة بالغازي الشوعي الأخطاء والغرامات قبل ما نتطرق إلى الغرامات نعرف لكم درجات وأنواع الأخطاء ولكن نتحدث عن الكل سنوضع مطبوع في الرابط ولي بغي يتعمق في المعرفة يدخل لهذا الرابط أولا الأخطاء من الدرجة الأولى نقول لكم بصريح العبارة هذه الأخطاء صعيبة وخطيرة تتكون متعمدة أغلبيات التعمد يدير هذا الخطأ أولا الأضواء التولاتية فاشتيكوا الحمر إما السائق تيزرب أو تيكون متهور الحمر رأس صعيب بزاف ثانيا علامة دي القيف يعني ستوب ثالثا السرعة القصوى تيكون مثلا دير علامة فيها تحديد السرعة ستين السائق جايب مئة وعشرين ولا مئة وعشرين رابعا التجاوز الأعمى بمعنى مثلا تيكون خط متصل ومثلا شاحنة قدامك أو حافلة والسائق جاي متهور وجاهدك الخط منعرج وتيبغي تجاوز ما عارف شاش اللي قدامه وهنا تتوقع الكاريتة لسامح الله هذا تجاوز الأعمى كذلك التوقف الأعمى بمعنى لا طارة ولا طورة مثلا تكون في مكان ما تتشوف ماذا تتشاف بالخصوص في المنعرج سادسا السير في اتجاه ممنوع فرش تكون طريق ذا اتجاه واحد كالتي تكون جايب سايق موطور وجايز الناس غادي يلقدم وجيل متقابل معهم وهنا تيكون المشاكل سابعا علامة ممنوع دوميتور يعني قيام بنصف دورة ثمينا الأضواء بصفة عامة بدون استثناء وكذلك الإشارة الضوئية لأن هاد الأضواء عندهم دور السائق يمشي بالسيارة ما عندوش الضوء أو فاشي بغي دور ولا يبغي دير نصف دور وما دير السينار توقع المشاكل هاد الأخطاء هادير بصريح العبارة خطيرة بزاف وممكن تأدي الحوادث القاتلة الغارمات تتبدأ من سبعمية درهم وممكن تضاعف على حساب الحالة السائق ما يقولش عندي الفلوس را غادي نخلص را ممكن عندك الفلوس ولكن نشوف من مورا الفلوس ممكن تأدي نفسك أو تأدي الغير هاد الأخطاء هادو يحاول السائق يخدم شوية عقله وضامره باش ما يوصلش لهاد المشاكيل غادي نمر مباشرة إلى الأخطاء من الدرجة التالية لأن الثانية الغارة ما في حدود خمسمية درهم وفيها الشرح الطويل اللي بغا يتعمق يدخل الرابط الأخطاء من الدرجة التالية هي تتكون إما جهلا بالقانون أو سهول وتتكون أقل خطورة مثلا أولا عدم استعمال حزام السلامة يكون السائق إما ساء أو تنساء أو تقول ما عليش وتنساء الحزام السلامة تيحميه ثانيا عدم إعطاء أسباقية للرجل بساج بيتو تالية لوازم العطب رابعا تجاوز سرعة أدنى أكثر من 10% الغارة تتكون في حدود 300 درهم وممكن تتخلص النصف فورا تسقط الدعوة في حالة سمعوني مزين لم تؤدى المخالفة فورا تعوض مثلا ما عندكش الفلوس أو ما بغيتش كيليت يكون يقدر يكون تتعنت أو تقلق ممكن ما تخلص ولكن تتعوض إما بالرخصة أو الورقة الرمادية مقابل وصل في أجل 15 يوم في هذا الحالة هذه فش تتخلص تسترجع الرخصة أو الورقة الرمادية في المدينة المقيم بها باش نكون منصف في حالة إذا كان حيف ما تنادك السائق حس واحد الحيف يعني حقرة أو نزاع بينه بين هذا المراقب لحر هذه المخالفة تتوضع واحد الشيكاية عند النيابة العامة للدفاع عن حقوق إذا هذ الأخطاء يحاول السائق مع نفسه وضامره باش ما يوصلش لهذه الحالة ونسأل الله السلام للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة